لسه مكملين معاكم ميرا العمري وتامري المان برنامجكم يلا اولاين افكركم تاني بموضوع حلقتنا النهاردة ايه اكتر حاجة مضرة حصلت لك بسبب التكنولوجيا ده موضوع يا جماعة مهم جدا 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 لازم ان احنا نركز فيه طيب خلونا كده اول حاجة ممكن تيجي في دماغنا لما نسمع عن كلمة اضرار مربوط جنبها كلمة التكنولوجيا الكلمة اللي على طول بابا او ماما يقولوا هلنا هم شايفيننا مسكين الموبايل كده او مثلا مراتك شايفانك مسك الموبايل او جيجي يقولك ايه يا ابني حرام عليك عينك هتوجعك فاذا احنا بنتكلم على اول ضرر هو ضرر صحي متعلق به العين هل الكلام ده ممتقي هل ماما عندها حق اما بتيجي تقولك يا ابني عينك حرام عليك سيبي الموبايل شوية اه العين بتتأثر بشكل كبير جدا من زيادة الاستخدام او الافراد في استخدام اي وسيلة تكنولوجية سواء بقى الموبايل سواء اللابتوب سواء الكمبيوتر سواء التلفزيون لو قاعد بتتفرج على حاجة برضو بيأثر على اه الشبكية بتاعت العين ده جزء طبي بيأثر كمان برضو من الاضرار الطبية ان هو بيعمل اه حاجة يعني اللي هو يعني زي اه عمى الوان او حاجة زي كده اللي هو انت ما بتعرفش اه ان انت ما بتعرفش اتميز الالوان عن بعضها من كتر خدوا بالكم من حاجة يا جماعة شاشة الموبايل بيبقى ليها بتختلف من موبايل للتاني وشاشة اللابتوب تختلف من موديل للتاني تخيل مسلا ان انت تبقى عاسك موبايل حديث جدا والالوان بتاعته سطعة كده وزهية وجميلة وفجأة تيجي مسلا تسيبي الموبايل فتيجي ببصه قدامك في في درجة اضاءة مثلا بتاعت القوضة بالليل فتلاقي في حاجة غريبة حصلت على العين زيادة بقى ده او زيادة تكرار ده بيؤثر بشكل سلبي طبعا على العين ده غير بقى اه اجهاد العين وان تلاقي دايما نفسك عينك كده تدعك في عينك كتير وان انت عينك مش قادر تفعل يعني انت كده اتكلمت في عضو بس في جسمنا اللي هو العين ما بلك بقى الاعدة اللي مش مصبوط اللي انت طول ما انت ماسك الموبايل بتقعد مسلا اعدا مش يعني منتظمة او لا اعدا سليمة علشان ان انت ترتاح فيها او اعدا ان انت تكون مرتاح فيها لأ انت عادي بتقعد بقى اي وضعية فالفكرة الموضوع بيأثر عليك بعد كده وعلى الفقرة بقى الظهر والرقبة ونرجع في الاخر نقول يعني اه يا ضهري واه يا رقبتي وقامش فاللي هو لا مع الوقت يا جماعة احنا ممكن نتضر صحيا بشكل كبير جدا 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 ويمكن اه في كل حاجة بقى اه الفكرة كمان ان استخدامنا للتكنولوجيا والموبايلات والانترنت والحاجات دي كلها بتخلينا ان احنا ننعزل شوية ناخد جنب شوية اه اه مش زي قبل كده مش زي زمان لما كنا بنعود قبل كده كنا بنعود ناكل مع بعض نتفرج على التلفزيون مع بعض ما كانتش التكنولوجيا وغدة من حياتنا كتير وغدة كل فرد في قطه وقافل عليه الباب لا احنا كنا زمان عادي جدا يا جماعة نخرج ونعود مع بعض والكلام ده كله لكن جد التكنولوجيا عملت ما بيننا حاجز عملت ما بيننا مش فاصل بس هو عالم افتراضي خلينا نسميه خلتنا ان احنا نتواصل مع بعض افتراضيا انتك اكون انا مثلا في قوضة واختي في قوضة وابعت لها اقول لها هاتيلي ماء ليه ما قوم اكلمها عايزي جدا وما فيش مشكلة والدنيا تمشي اما يعني ايه اللي هيحصل يعني وصلتنا بدرجة ان احنا في نفس البيت ونبعث لبعض على السوشيال ميديا دي فعلا يا ميرا من ابرز المشاكل الاجتماعية او الاضرار الاجتماعية الناتج عن الافراض في استخدام التكنولوجيا سواء مع اه لو انت مسلا لسه مش متزوج وقاعد مع والدك والدتك اخوتك في البيت تلاقي نفسك فعلا عايش في عزلة عنهم فتلاقيهم كل شوية مسلا ايه تلاقي باباك ايم يخبط عليك يا ابني سيب الموبايل وتعالي عاود معنا شوية يا ابني سيب الكمبيوتر واخرج مش عارف تعالي نزل نتناش شوية طيب لو متزوجة تلاقي نفسك حتى مع شريك الحياة في البيت لا في حالة من الفراغ كده اه النتجة عن العزلة طبعا بلاش كده بيخليك حتى وانت مسلا في 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 حياتك عموما مع اصدقائك يعني يشوف ناس يبقاعدين على على القهوة كده نازلين ساعتين يفك عن نفسه كل واحد مسك الموبايل وقاعد باصل ام ام او انت يعني طب ما تقعد في بيتك وانت ماسك الموبايل ايه اللي منزلك وتاكسي رايح وتاكسي جاي ومش عارف ما تقعد في بيتك ما جروب الواتساب حلو على قدنا وحاجة ضيقة كده ان نتقابل في ما هي بقى الفكرة الجروبس اللي على الواتساب واللي اتعملت واللي خلاص بقت بتجمعنا بقى هي دي اللي احنا هي دي مقابلتنا طب وهي احنا ما بقناش بننزل ونعد ونتكلم مع بعض ونهات وناخد ونتكلم في مشاكل بعض وفي امور بعض لا احنا اخرنا ازايك عامل ايه على الواتساب ولو في عيد ميلاد بنعمل يعني هي حياتنا بقت كلها افتراضية وده في الحياة بياخد على التكنولوجيا الحتة دي عايزين برضو نرجع تاني للاضرار الصحية اللي احنا كنا بنتكلم عنها يمكن انا كنت اتكلمت عن نقطة اجهاد العين ميرا تكلمت عن حتة الام الظهر والرقبة اللي فعلا يا جماعة يعني اما بتيجي تروح يعني ربنا ما يحكم على حد يعني بتيجي تروح لدكتور بتاع عمود فاكري اول سؤال والله اول سؤال هيسألولك بتقعد على الموبايل كتير اه طبيعية شغلك ايه في لابتوب قاعد قدامه على طول اه يا خلاص هو عارف على طول ده من ضمن الاضرار طيب فيه اضرار تاني اه فيه اضرار تاني ضعف النوم جرب كده ان انت مسلا تقعد اسبوع بتستخدم فيه استخدامك العادي للموبايل واللابتوب بتاعك وتابع معدلات نومك طيب الاسبوع اللي بعده على طول جرب ان انت تقلل مش هقولك بقى تلغي لا قلل من معدلات استخدامك ليه وسائل التكنولوجيا وتابع على مدار الاسبوع ده معدلات نومك والله يا جماعة هتلاقي الموضوع فرق بشكل كبير جدا وده كلام علمي في حاجة كمان عايز اختم بيها الكلام عن المخاطر الصحية برضو وهي يعني خطر السمة اه القعدة على اللابتوب كتير كالوريز كتير بناكل كتير في شارجن بنا كتير طبعا الحاجات دي مع كتر الاستخدام اه تكنولوجيا يعني يلا بينا نشغل فيلم على التيفي ولا على اللابتوب ولا بتاعنا نتفرج عليه ده معنى زي ميرا ما قالت كده في بقى كم سندوتش كده يتحطوا على شوية لب على شوية اه فشار على مش عاية والطرطة بقى والجاتوك لا 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 ده في حاجات كتير ويعني في صراحة يعني لا الاضرار اه فيها اضرار ولو احنا ما حكمناش اسلوبنا مع التكنولوجيا هيتعود علينا اه بالجانب اللي مش اجابي خلينا نقول بس هنرجع هنرجع اميرا ارجع لجملتك اللي انتوا لتياها في اول الحلقة كل ده بايدك انتا طبعا طبعا وباختيارات المستخدم هو